من فضيحة مصر والنظام المصري مش مصر نظام المصري من فضيحة النظام المصري وانا عايز اقول لبراهيم عيسى بدل ما تهتموا بالخطاب الديني اهتموا بالحاجات دي وعايز اقول لعامر قديم والناس دي يا جماعة انتو بتصرفوا مليارات على الاعلام المشكلة ان التخارير زي دي بتنصف تماما كل تعملوه بتنصفوا ناس من فوق لتحت يلا مش بعيد بقى عن الفضيحة الدولية دي عن الديمقراطية والحالة الديمقراطية في مصر وحرية الاعلام وحق التصويت والحكومة الممثلة الممثلة للشعب من فضيحة الوضع الاقتصادي الصعب من فضيحة مستقبل الدولار في مصر اللي مش معروف نيجي للضلع التالت هو مكانة مصر المكانة بتاعة مصر وبرضو دي مش في اوروبا ده جنبنا في السعودية شوف مكانة مصر يا حضرات السيسي النهاردة طلع راح الرياض عشان يشارك في ما يسمى القمة العربية الصينية ونزل في مطار الرياض انا هوريك الفيديو عشان بس اعلقلك على واحد حمار علق علي الفيديو بقى العب الفيديو اهو السيسي نزل مطار الرياض وسلم على الامير السعودي ومشي عادي جدا خلاص مشي جنب الراجل لانه جاي مش في استقبال رسمي مش جاي في زيارة رسمية لجاي في زيارة المؤتمر فطبيعي انه هيقابله واحد كده امير كبير يعني اوكي اما واحد حمار طلع قال لي انت حمار ياد ما هو ده البروتوكول بتاع المؤتمرات شوف بقى لما يبقى لما تبقى عبيط وانت مش عارف انك عبيط وامك مش عارف انك انت عبيط ما نعرف البروتوكول بس هو السؤال بقى مين بقى اللي استقبل السيسي اللي استقبل السيسي يا حضرات في الفيديو ده هات الفيديو هات الفيديو هات الفيديو من جبنيش هنا هات الفيديو هاتني ايوا ده بقى مين اوقف فينا ده مين يا حضرات اوقف يا عمي ايوا هنا ده مين يا حضرات بقى ده نائب امير منطقة الرياض ده والسيسي ما كانش عارفه هاي واحد يقوللي عرفت من السيسي مش عارفه هقولك منين ارجع بقى بالفيديو خطوطين ثلاثة كده اول ما استيسي كان عالسلم انزل ايوا طلع السيسي عالسلم طلع السيسي عالسلم ايوا امشي واحدة واحدة بقى هتلاقي بس اوقف هنا الراجل اللي واقف ده هو على السلم ده ما نعرفش هو مين هيعرف السيسي بالراجل اللي جاي يسلم عليه بس هيقول له ايه الاخ عبدالفتاح حسين صالح بس اسمع اسمع اهو بيشاوله بييده كده بيقول له ده فلادي الفلاني اه اهلان نائب عامل الرياض طب وفيها ايه ما هو مش جاي مؤتمر كبير ولا حاجة محمد بن ساماني استقبله في المطار يعني لأ عندك حق بس نرجع بقى بخطوة وراء ونشوف مين الاستقبل الرئيس الصيني في مطار الرياض نروح كده يا حضرات اه بس الراجل بيميل عليه بقول له ايه اه بس معاك اه سلومة حسين سالم بس بيعرفوا بيه ما يعرفوش هتقول لي المهور بروتوكول كده محمد سلمان مش يجي استقبله في المطار لانه وجيه في مؤتمر حافظ انا كلمتين دول لكن شوف بقى الرئيس الصيني لما نزل مطار الرياض مين اللي استقبله بقى امير الرياض امير منطقة الرياض لا هات الفيديو احنا ما انهما للكلام لا ما انهما للكلام ده هات الفيديو لا 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 بنا جيل دي جيل دي ما تستعجلش امشي بدماغ انا الله يسترك هات بس الرئيس الصيني مين اللي استقبله اهو 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 بص بص بقى ده مين بقى انزل الامير فايصل ابن بندر تقريبا امير امير منطقة الرياض اهو شدوا وعملوا طلقات العسكرية والرجل الرئيس الصيني نازل على راحته خالص ما لازم يشوفوا حل للسلالم دي الناس الكبيرة بتراشططع السلام وتنزلها ما يشوفوا حل سلم كهربائي المهم اهو امير منطقة الرياض تقريبا الامير فايصل ابن بدر مش انا بقى اتكلم صح يا علي اهو بص بقى بس نروح بقى نرجع تاني بقى مين اللي استقبل السيسي بقى الامير محمد ابن عبدالرحمن تقريبا مستقبليه نائب امير مدينة الرياضة ومنطقة الرياض سمو الامير هنا حلدة حلوتك يا علي اللي استقبل السيسي نائب امير منطقة الرياض اللي استقبل الرئيس الصيني امير منطقة الرياض اللي استقبل السيسي الامير محمد ابن عبدالرحمن نائب الامير منطقة الرياض اللي استقبل الرئيس الصيني الأمير بندر فايصل بن بندر أمير منطقة الرياض وميحصل إيه بقى يحصل إن التلفزيون المصري حس بالعار فرح كذب كذب قال لك إن اللي استقبل السيسي أمير منطقة الرياض نسمع بقى التلفزيون المصري كده ولد وصول سيد الرئيس مطار الملك خالد الدولي بالرياض كان في استقبال سيادته الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض والسيد أحمد أبو الغيت أمير عام جامعة الدول العربية وكبار رجال الدولة يصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير مدينة الرياضة ومنطقة الرياض سمو الأمير محمد بن عبد الرحمن فضيحة أولا فضيحة إن اللي استقبل رئيس مصر نائب أمير منطقة برضو هقوله الحمار تاني اللي قال لي ما هو البروتوكول كده انت ما انتاش فهم حاجة يا ابني افهم دول جايين في مؤتمر رئيس الصين ده رئيس على رأسنا ورئيس مصر نفسه رئيس ما بقولش محمد بن سلمان يستقبل السيسي في المطار لأنه مؤتمر مش زيارة رسمية حلو جدا بس قول لي الفرق للرئيس الصيني يستقبله أمير منطقة الرياض الأمير فيصر بن بندر والرئيس المصري انسى اي خلاف مع السيسي يستقبله نائب أمير منطقة الرياض ولو ما فيش فرق اوكي ليه الموقع الرسمي للتلفزيون للرئيس الجمهورية في مصر يجدب ويقول ان الاستقبل السيسي أمير منطقة الرياض تاني لو في فرق ايه الفرق ده رئيس وده رئيس طب لو ما فيش شرق ليه تجدب وتقولوا ان الاستقبل السيسي أمير منطقة الرياض نشوف كده العبع تاني عالي معلش ولدى وصول سيد الرئيس مطار الملك خالد الدولي بالرياض كان في استقبال سيادته الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود امير منطقة الرياض والسيد احمد ابو الغيت امير عام جامعة الدول العربية وكبار رجال الدولة يصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب امير مدينة الرياض ومنطقة الرياض سمو الامير محمد بن عبد الرحمن ها هتقول لي مجايز التلفزيون السعودي غلط ما عندك حق برضو يبقى نعمل ايه نشوف الراجل اللي استقبل الرئيس الصيني نشوف شكل الامير فيصل بن بندر اهو هات شكل الامير فيصل كده يا علي معلش هات شكل الامير فيصل هتلاقي واحد مختلف تماما اهو الصورتين قدام بعض ها دي الامير فيصل بن بندر وبيستقبل الرئيس الصيني ها دي شكله هات هنا يا بشير اللي خليك وبص الامير هنا يا راجل ده الامير فيصل بن بندر امير منطقة الرياض شوف شكلا ووضعا وصحا مختلف خالص هات بقى الامير محمد بن عبد الرحمن مع السيسي هتلاقي واحد تاني خالص اهو ده واحد تاني خالص واحد تاني خالص سنا وصحيا وكل حاجة بالدني ايه بقى اللي حصل عشان بس اقول للاخ اللي طلع يجعلق علي وقول لي يعني ما هو ده البروتكول بتقول لي يا ابني افهم 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 رئيس الصيني رئيس دولة والرئيس مصري رئيس دولة ليه ده يستقبله امير المنطقة وده يستقبله نائب الامير ده واحد ولو ما فيش حاجة والاتنين زي بعض اوكي انت مش شايفه شكل ليه موقع رئيس الجمهورية بيقول ان الاستقبل السيسي امير منطقة الرياض بعدها بقى عادت انا استنى والنار لعبت في عبيد ده لقيتك وليل عهد السعودي محمد بن سلمان بيستقبل الرئيس الصيني في قصر وانا بس عايزة امير محمد بن سلمان يا مين المهندس الحمار اللي عمل لك الديكور ده اللي بنى لك الحاجات دي والله ما سألك سؤال بجد يعني يا سمو الأمير محمد يا خادم الحرمين القادم مين اللي عمل لك الحاجات دي السنة هقول لك ليه عشان ما تزعلش بس هقول لك ليه شايف الكشك اللي انت وقفين تحته ده هات صورة الكشك كده علي الله يخليك علي هات صورة الكشك كده دي يا حضرات السعودية حل حل وكلام جميل قوي بس وتعالى بقى السعودية دي دولة قامت على انقاض ما يسمى بالجزيرة العربية كلام جميل لكن عزها الله بالاسلام فبقت هي اكبر دولة في العالم الاسلام اعلقت السعودية بقى بالرومان ما تش اعلق ده حتى الرومان ما احتلوش السعودية يعني روما الامبراطورية الرومانية المقدسة حتى الشرقية ابتكلم هنا على الامبراطورية الرومانية الشرقية بيزنطا قسطنطينية اسطنبول دلوقتي وصلوا لحد سوريا وفلسطين والمنطقة دي وبس ما راحوش كده وخدوا مصر طبعا يعني هم خدوا سوريا والشام والحطة دي المنطقة دي كلها والأردن كل المنطقة دي ومنطقة مصر قالك مش عايزين نروح لحطة بتاع السعودية الليه يا عم قالك دي عم حطة صحراء وتفنى فيها النفوس حلو حلو جدا يعني لا اليونان احتلوا السعودية ولا الرومان احتلوا السعودية ايه بقى الاعمدة اللي انت عاملها في الكوشك دي ايه دي بقى ده اسمه العمود الدوري وده عمود روماني ايه علاقة السعودية بي طب ايه علاقة الاسلام بي ولا اي علاقة ولا له اي علاقة وليه العمود يبقى القعدة بتاعته وما هو العمود ده يتكون من ثلاثة اجزاء في العمارة يعلمونك كده الجزء الاول البدن يعني جسم العمود نفسه الجزء التاني القعدة الجزء التالت التاج ايه عمود في الدنيا يتكون بتاعت حاجات ده ده عمود دوري مشوه بص القعدة بتاعته طالعة ده فوق ازاي ده شرط وما لهش قعدة هو رفع البتاعة اللي فوق ايه الكشك الروماني اللي احنا وفيه فيه ده بقى ايه علاقة الكشك الروماني ده هو بالسعودية بالاسلام بالعمارة الاسلامية ده مش علاقة ياسمه القبيل محمد هد البتاعة ده هو ويه علاقة الابيض بالموضوع وانده بيتهد والله يخليك وعمل حال كده تليق بالسعودية شوف مثلا البوابات اللي وورا ده هي العرشات اللي وورا ده دي اسلامي مودرن حلو قوي انما الكشك ده ايه ما علينا الرئيس الصيني اتعمال له قعدة حلوة جدا واستقبال فأنا استنيت بقى السيسي يتعمل له حاجة يعني ما لقيتش فأصبح كده يا حضرات السادة والسيدات اللي نورونا اللي منوريني دلوقتي أصبح كده فضيحة مصر الدولية بتقرير international idea اللي صنفت مصر ضمن الدول ذات النظام الاستبدادي لا ما هو قعد مع الأمير محمد عبد الرحمن أخره ده أخره فعلا فيش أي حاجة تانية قعد مع الراجل شيري بقهوة القهوة السعودي العب الفيديو بقى تلاقي بيشرب القهوة السعودي يعيني مسك في انجيل القهوة نكحه بص أول ما جات له القهوة ده قعد مع الأمير محمد بن عبد الرحمن في صالة استقبال بص مسك القهوة السعودي وقعد يمسك في الفنجان كان خرمان تقريبا مسك في الفنجان بص قعد يشرب فيه كان هيوقع نفسه ففضي ليشرب فيه اشرب بص بالراحة شوية عم فيه ايه وانت هتحاسب بعده ولا ايه ولا بو بلاش كتر منه بص قعد يشرب هات بس هات في الأخ بص الأمير محمد عبد الرحمن خلص الفنجان وحطه بص التاني بقى مسك الفنجان هو ايه انت ايه بتمثل ولا ايه مسك الفنجان قعد يشرب فيه وبعدين خد يا خد يا حساب ما علينا ده كان آخره التاني اتعملوا استقبال رسمي فيه رسمي فيه قصر اليمامة اللي انا مش عجبني الكوشك بتاعبته واستقبله أمير منطقة الرياض بس أول ما وصل المطار استقبله مطار الملك قالت الدولي استقبله أمير منطقة الرياض الأمير فيصر بن عبد الرحمن آه فيصر بن بنضر وخدوه ودو قصر اليمامة اتعملوا استقبال رسم السيسي أول منازل استقبله الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض وآخره شارف فينجان القهوة دي وخلص إذا كان كل ده عادي ليه يطلع آخر مرة زعبا ليه يطلع الموقع الرسمي للئاسة الجمهورية يدعي كذبا إن اللي استقبل السيسي الأمير فايصر بن بدر أمير منطقة الرياض آخر زع زعلي بلين كده علي عشان نوصل للخبر البعض تفضل هل دي إشعاعات ميلي بيجذب ميلي بيدور على الإشعاعات هل دي إشعاعات لسه مكملين في قصة الإشعاعات طلع دلوقتي وزير المالية يقول هناك حرب شائعات حول الدولار تضار من الخارج يا راجل وطلع يقول مصر تواجه حرب شائعات حول الدولار تضار من الخارج يعني جاي من كمنا من إيهن اختشوا اختشوا إيه بفضحتكو على المستوى الدولي وعلى فكرة إحنا ممكن نحطولكو التقرير بتاع الحالة الديمقراطية في مصر بتاع الانترناشنل اللي بتشوف فيه مصر بتصنف في العالم بأنها دولة استبدادية دي مش إشعاعات استقبال نائب أمير منطقة الرياض للسيس النهاردة في مطار الملك خالد دولي مش إشعاعات بينما تم استقبال الرئيس الصيني عن طريق أمير منطقة الرياض دي الأمير فايصر بن بندر وتعاملوا استقبال رسمي في أصل اليمان لا دي إشعاعات يا حج محمد هل دي إشعاعات أن يصنف النظام المصري في التقرير الصادر في أكتوبر 22 بأن مصر نظام استبدالي دي مش إشعاعات روحوا يا عمي والنبي علي حطوا لهم اللينك بتاع الموقع الله يخليك اهديل الناس كده حطوا يا جماعة قدامنا دلوقتي كده على الشاشة إيه أمكنا إيه أمكنا عشان ما يقولكش استبدالي إشعاعات وإحنا نظام زي الفل والعالم بيعترف بص إن شاء الله هنحط لكم اللينك دلوقتي على الشاشة إيه اللي عايز يخش يتفرج على التقرير ده ويحمله كمان بيدي إف أهو حط اللينك اللينك على الشاشة ها دي أحضرات اللينك على الشاشة وده تقرير صدر عن الحالة الديمقراطية في العالم وخصة منها مصر أهو وصنفها أنها دولة استبدادية أو سوري مش دولة نظام استبدالي هل دي إش عاد هل دي إش عاد كد بالموقع الرئاسي بتاع السيسي لما قال إن الرئيس إن السيسي نزل المطار الملك خالد تقبله أمير منطقة الرياض هل دي إش عاد عدم عمل استخبار رسمي للسيسي على غرار الرئيس الصيني في قصر اليمامة أهو اللينك أهو يا حضرات إنقلوه بجد والله إنقلوه لينك عن تقرير مؤشر الحالة العالمية للديمقراطية الصادر من مؤسسة International Idea وهي مؤسسة معترف بها من الاتحاد الأوروبي ومراقب في الأمم المتحدة مكتبها أو مقرها الرسمي في ستوكهولم ولها 16 مكتب في العالم ده اللينك بتاعها إنقلوه وهتلاقوا التقرير بي دي إف نزلوه إهداء إلى أي واحد هيقولك إشعاعات مصر مصنفة نظام استبدادي يقينا يعني مفيش إشعاعات ولا حاجة أنتوا اللي مش عارفين تدروها يرحمكم الله اخرجوا اخرجوا واللي معرفش إنجليز زي حالاتي خش ترجيمه من الموقع ده أهو اللي معرفش إنجليزي خش على موقع اسمه ترجمة ترجمة فورية اللغات على جوجل خش ترجيمه حط اللينك بتاعه على الترجمة وترجمه العربي وتفرج على الفضايح بقى والهتايك عشان ما حدث يقولك إن القناة نكملين اللي بعده ترجمة نانسي قنقر